بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين إخوتي وأخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا في ظلال آية عندما عاد النبي من الطائف أمر بالجهاد لغزو الروم في تبوك وكان ذلك في زمان عسرة من الناس وشدة من الحر حين طابت الثمار والظلال ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة غزاها رسول الله عليه الصلاة والسلام في حر شديد حين طابت الثمار واشتهوا الظلال واستقبل سفرا بعيدا ومفاوزا هائلة وعدوا كثيرا فجلى للمسلمين أمرهم يتأهب لعدوهم فشق على بعض المسلمين الخروج وتثقلوا وتشاغلوا عنه فأنزل الله سبحانه وتعالى الآية إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير الآية طبعا تسعة وثلاثين من سورة التوبة كان هذا سبب نزول الآية أنتقل الآن إلى تفسير هذه الآية لقد كانت هذه الآية عتابا من الله تعالى على كل من تخلف عن تلبية نداء رسول الله بعد الفتحة وهذا عتابا باقا إلى يوم القيامة لكل مسلم يناديه الإسلام للدفاع عنه بأي وسيلة من وسائل الدفاع فقد أمر الله بالاستعداد بالقوة المادية والمعنوية إلا تنفروا إلا إضغام إن في لا تنفروا أي تخرجوا مع النبي للجهاد وأصل النفر الإسراع والانطلاق بقوة ومنه نفر القوم إلى الثغر ومنه النفير العام والنفير أيضا الجماعة والنفير أيضا البوق لأن ضربه ينفر الناس ويحثهم على السفر والرحيل ويقال فلان لا في العير ولا في النفير للذي لا يصلح لأي أمر مهم أي لهو في تجارة ولهو في حرب قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل فالنفرة للجهاد في سبيل الله هي انطلاق من قيد الأرض وارتفاع على حاجات الجسد وتحقيق للمعنى العلوي في الإنسان إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما الأليم طبعا يعني المؤلم الموجع وهو هذا العذاب يكون في الدنيا ويكون في الآخرة يكون في الدنيا باستلاء العدو وتسلطه عليكم واستمرار الظلم منه وفي الآخرة يكون عذاب النار ويستبدل قوما غيركم توعد الله تعالى بأن يبدل لرسوله قوما لا يقعدون إذا استنفرهم ولا تضروه شيئا ألهاء هنا ولا تضروه قالوا أنها هي لله تعالى عائدة وقالوا بل هي عائدة للنبي صلى الله عليه وسلم يصح الوجهان والله على كل شيء قدير الله قدير فهو ينصر دينه وينصر نبيه ولا يحتاج لكم لنصرته قسم العلماء التضحيات إلى ثلاثة أنواع أولا التضحية بالنفس قال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة تذكرنا هذه الآية بقصة الصحابي الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم مصيبه من الغنائم فقال ما على هذا بايعتك يا رسول الله فقال له النبي على ماذا قال على سهم ها هنا فقال النبي إن تصدق الله يصدق فقاتل حتى استشهد ووجد السهم في المكان الذي أشار إليه بالطبع نحن نسمع هذا الكلام عن السلف الصالح وعن الصحابة ونقول انتهى زمانهم انتهى زمانهم ولا يوجد الآن مثل هذه الصحابة أو مثل هذه المواقف لكننا الآن رأينا بأعيننا من الشباب المؤمنين من يضحي بروحه من أجل الحق ومن أجل البلد ويستشهد على ترابه الغالي من أجل مصر ومن أجل سوريا ومن أجل الدفاع عن سوريا أذكر هنا قصة شاب في حرب تشرين كان على الجبهة كان صديق لزوجي عندما كان على الجبهة جاءته قزيفة من الأعداء فأصيب إصابة بلغة فسارع أصدقاؤه لإنقاذه وإسعافه فرفض وقال أنا ما خرجت إلا لأني خطبت حورية من الجنة ورفض أن يسعف واستشهد رحمة الله تعالى عليه بالطبع كل شاب الآن يخرج فهو حسب نيته إن كان خرج دفاعا عن الحق فهو في سبيل الله وإن كان دفاعا عن نفسه فهو في سبيل الله وإن كان دفاعا عن أرضه فهو في سبيل الله وإن كان دفاعا عن دينه فهو في سبيل الله أما إن كان من أجل قتل الأبرياء وإثارة الفتن وتخريب البلاد فهو في سبيل الشيطان وعليه غضب الله تعالى ولعنته والآن في زماننا الكثير من الأمهات أمثال الخنساء أعرف امرأة فلسطينية اسمها أم نضال زارتنا في سوريا كان معها شاب فسألناهم ما اسمه فقال مشروع شهادة التفتت الأم فقالت أنا قدمت من أولادي شابين استشهدوا في سبيل الله وهذا الثالث أعده للاستشهاد هكذا المرأة إذا كانت في حال كحال المرأة الفلسطينية في غزة أو في أي مكان يتصلت عليهم الأعداء الله تعالى طلب منا أن نجاهد من أجل نحرر بلادنا من أي أعداء ذكرت لكم في حلقة سابقة عن المرأة الحموية أم الخمسة شباب التي قالت لي أنا بدي الله هو يكون راضي عني إذن هناك أمثال عظيمة الآن في واقعنا في زماننا للتضحيات من النساء ومن الرجال النوع الثالث من التضحية التضحية بالمال نعرف كثيرا من مواقف الصحابة وإنفاقهم في المال في سبيل الله تعالى والآن أعرف من التجار وأصحاب الأموال المؤمنين عندنا في سوريا ومؤكد عندكم هنا وفي أي بلد إسلامي من يدفع مبالغ ضخمة للتعويض على أسر الشهداء تنازلوا عن أموالهم في سبيل الله تعالى هؤلاء لهم الجنة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة إذن إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليمة أنتقل الآن إلى تفاعل الصحابة مع كل نوع من أنواع الشجاعة الشجاعة أولا تكون ضد العدو وبالطبع تاريخنا الإسلامي مليء بمواقف البطولة في القتال دعوني أنتقل مباشرة إلى الشجاعة في قول الحق لكن اسمحوا لي أن يكون ذلك بعد الفاصل أعود إلى الشجاعة في قول الحق يقول عليه الصلاة والسلام أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر تعرفون أمثال كثيرة عن مواقف الرجال وشجاعتهم لكن هذه المرة سأتكلم عن شجاعة النساء في قول الحق روي أن أسماء بنت أبي بكر وقد بلغت مئة عام دخل عليها ابنها عبد الله بن الزبير حين رأى من الناس ما رأى من خذلانهم إياه فقال يا أمه خانني الناس حتى ولدي وأهلي يبدو أن لكل منهم رأي في المسألة فلم يبق معي إلا اليسير والقوم يعطوني ما أردت من الدنيا فما رأيك فقالت أنت والله يا بني أعلم بنفسك إن كنت تعلم أنك على حق وأن ما تدعو إليه حق فامضي له وإن كنت إنما أردت الدنيا فبئس العبد أنت أهلكت نفسك وأهلكت من قتل معك فقال لها إن هذا أمنني يقصد الحجاج فقالت يا بني لا ترد الدنيا فإن الموت لا بد منه فقال إني أخاف أن يمثل بي فقالت إن الكبش لا يؤلمها السلخة بعد الذبح وراحت تدعو له فخرج فقاتل حتى قتل قتله الحجاج ثم بعث إلى أسماء فقال لتأتيني أو لأبعثن إليك من يسحبك بقرونك قرون يعني ضفائرها قالت والله لا آتيك حتى تبعث إلي من يسحبني بقروني فارتعب من قولها وقام مسرعا ثم مضى حتى دخل عليها وذلك بعدما ذهب بصرها فقال لها كيف رأيت صنيعي بعدو الله بن الزبير عن ابنها قالت رأيتك أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك وقد بلغني أنك كنت تعيره بابن ذات النطاقين أما نطاق فكنت أحمل فيه طعاما لأبي ولرسول الله وهما في الغار وأما النطاق الآخر فلابد للمرأة من نطاق ثم قالت له انتظر حتى أحدثك سمعت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يكون في ثقيف مبير وكذاب المبير المهلك للناس والكذاب طبعا تشير إلى ثورة المختار التي كانت من قبل فتقول أما الكذاب فقد رأيناه وأما المبير فلا أخالك إلا أنت فخرج من عندها متغيرا هذا موقف من الشجاعة في قول الحق ثالثا الشجاعة عند الشدائد إذا كان الحاكم ظالما فكل من يعينه فهو ظالم وهناك مواقف للتابعين في شجاعة عظيمة وقوية ضد الحاكم تعالوا معي نحكي قصة واحدة من تلك المواقف قبض والي مكة على سعيد بن شبير فلما وضع الأصفاض والقيود في يديه التفت إلى من كان عنده من صحبه فقال لهم ما أراني إلا مقتولا على يدي ذلك الظالم بالطبع يقصد الحجاج فقد سألت ربي الشهادة فلما رأته ابنته الصغيرة راحت تبكي وتصرخ فنحاها عن طريقه برفق وقال لها يا بنيا قولي لأمك إن موعدنا الجنة إن شاء الله فلما وقف بين يدي الحجاج سأله ما اسمك وكان يعرفه ولكن أراد من السؤال إذ لا له فقال سعيد بن جبير فقال الحجاج بل أنت شقي فسأله عن النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي فقال فيهم خيرا ثم سأله ما تقول فيي فقال سعيد أنت أعلم بنفسك قال الحجاج بل أريد علمك أنت فقال سعيد في ثقة وثبات إذن يسوءك ولا يسرك قال الحجاج لابد أن أسمع منك فقال سعيد إني لأعلم أنك مخالف لكتاب الله تقدم على أمور تريد بها الهيبة وهي تقحمك وتدفعك إلى النار فغضب الحجاج من هذا الكلام وقال والله لأقتلنك فقال سعيد إذن تفسد علي دنياي وأفسد عليك آخرتك فقال الحجاج اختر لنفسك أي قتلة شئت فرد سعيد بل اخترها أنت يا حجاج فوالله ما تقتلني قتلة إلا قتلك الله مثلها في الآخرة فنادى الحجاج بالسيف فتبسم سعيد فقال له فيما تبسمك قال من جرأتك على الله وحلم الله عليك فصرخ الحجاج اقتله يا غلام فلما وجهه إلى القبلة قال سعيد وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين فقال الحجاج أدير به إلى غير القبلة فقال سعيد فإنما تولوا فثم وجه الله فقال الحجاج كبوه على وجهه فقال سعيد منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى فقال الحجاج اذبحوا عدو الله فما رأيت رجلا أكثر استدعاء منه لآيات الله رآه بعينه أنه حافظ ومع ذلك تجرأ عليه وقتله فرفع سعيد يديه بالدعاء وقال اللهم لا تسلطه على أحد بعده فما هي إلا أيام قلائل حتى وقع الحجاج فريسة المرض وكان يغفو ويفيق ويقول في إفاقته مذعورا هذا سعيد بن جبير أخذ بخناقي يقول فيما قتلتني ثم يبكي وينتحب ويقول ما لي ولسعيد بن جبير ما لي ولسعيد بن جبير حتى مات هذه نهاية كل ظالم لا تكن ظالما ولا تكن عونا للظالم فلا بد أن ينتقم الله من كل ظالم من أحكام هذه الآية قال العلماء وجب بمقتضاها النفير للجهاد والخروج إلى الكفار لمقاتلتهم على أن تكون كلمة الله هي العليا الحكم الآخر قالوا أن الإمام إذا عين قوما وندبهم إلى الجهاد لم يكن لهم أن يتثاقلوا عند التعين ويصير النفير عندها فرضا عليهم أعود الآن إلى عهد الصحابة مع هذه الآية إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليمة ويستبدل قوما غيركم الصحابة كيف فهموا هذه الآية وكيف عهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على العمل بها يقول الإمام الشعراني أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسأل ربنا أن نموت شهداء في سبيل الله لا على فرشنا فإن لم يحصل لنا مباشرة ذلك حصل لنا النية الصالحة إذن نستطيع جميعا أن ننوي هذه النية لا ندري لعلنا نضطر أن نكون في حرب أو نضطر أن نكون في مواجهة فننوي النية الصالحة أن نموت شهداء على نيتنا الصالحة ربما يكتب لنا الله تعالى الشهادة يحضرني هنا من الصحابة قصة عمر بن الجموح تعرفون أنه كان أعرج وكان لا يستطيع القتال ولكنه إيمانا بهذه الآية ووفاءا لعهد الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يخرج إلى القتال وتعرفون أن أبنائه جاءوا الأربع يقولون له إن نكفيك القتال ولكنه ما رضي إلا أن ذهب وقاتل وقال لأطأن الجنة بعرجتي هذه هذا رجل صحابي عظيم جليل استطاع أن ينفذ هذه الآية في حياته ويحافظ على عهده مع رسول الله تحضرني قصة ثابت بن قيس وسالم مولى أبي حذيفة ثابت بن قيس وسالم رجلان من عظماء الصحابة ثابت هذا الذي خاف من سورة الحجرات ونزول هذه السورة وخاف أن تكون له نتكلم عنه إن شاء الله في حلقات قادمة ولكن هنا كان له موقف مميز في اليمامة في معركته ضد مسيلمة كان مع الجيش ونظر فوجد أن المسلمين ينهزمون وينكشفوا أمام المرتدين أنصار مسيلمة فماذا فعل؟ تقدم وقال والله ما هكذا كنا نقاتل في زمن رسول الله وما على هذا عهدنا رسول الله تقدم إلى ساحة المعركة هو وسالم وحفر حفرة في ساحة المعركة ووقف إلى منتصف جسده وراح يقاتل رضي الله عنه وأرضاه حتى قتل واستشهد في أرضه هذا يعطينا دليل على أن من يقاتل ويقتحم الموت هو شهيد بإذن الله تعالى أنتقل الآن إلى عهدنا نحن أخيرا إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليمة ويستبدل قوما غيركم ماذا نفعل مع هذه الآية في هذه الأيام؟ في كل زمن قد نضطر أن نكون ونقف هكذا مواقف إذا كنت تشعر بالظلم ولديك الدليل على ذلك وعندك قناعة تامة به فكن شجاعا وقم وطالب بحقك وطالب برفع الظلم بالقول بما تستطيع وإحقاق الحق لكن دون أن تؤذي أحد أو تتعدى على أحد فتنقلب من صاحب حق مظلوم إلى ظالم هذا عهدنا نعلنه الآن أن نخرج للحق في سبيل الله تعالى وأن لا نتقاعس لألا يصيبنا عذاب الله تعالى ولألا يحاسبنا الله تعالى أننا لم نفعل بهذه الآية ولم نعمل بها كما عمل بها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما أحب أن أتوجه إلى النساء في موقفهم وفي عهدهم وفي ثباتهم تعلمون أن المرأة كانت دائما في التاريخ الإسلامي مع الأوائل في الجهاد وفي الحروب وفي قول الحق وفي نصرة المظلوم تحضرني هنا قصة خولة بنت الأزور تعلمون أن أخاها أسره الروم فماذا فعلت؟ قامت هي وتلثمت بلثام وقامت تقاتل على فرس دخلت المعركة وتقاتل بكل قوتها حتى أن خالد بن الوليد لفت نظره هذا الفارس الذي يركب على هذا الحصان فقال أحضروا لي هذا الفارس فتفاجأ أنها كانت خولة كلنا نسمع بخولة نحن الآن بحاجة لأمثال خولة أن تكون قوية أن تكون ثابتة على الحق وأن تطالب بإحقاق الحق في هذا الزمن وفي هذا المكان وفي كل مكان إلى هنا إخوتي وأخواتي أستودعكم الله تعالى وأقول لكم إلى حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة